طيب عايزة بقى أسأل حضرتك حضرتك طبعا يعني عندك بنت حضرتك برضو دخلت ابتهال الفن مؤخرا ابتهال هل بتنصحها مثلا لما بتشوف دورها أو أداءها في عمل معين بتنصحها إزاي تختار أدوارها بتيجي هي مثلا تسأل عن رأي حضرتك في دور معين أعمله إزاي طب إيه رأيك أشارك في العمل ده ولا لا ولا لا سيبها براحتها لا هي طبعا إيه لما بتيجي بتنسل براحتها لكن لما بتيجي في الاختيارات وتقولي فيه كذا وبنتكلم فيه فبالاختيارات بتعرض عليها وبنتناقش لكنها الحقيقة من فترة طويلة وهي إيه يعني مبتعدة مبتعدة بإرادتها ويعني إيه يعني يبدو لحد ما نفسيا تكون قادرة تاني ده بسبب الانتقادات اللي جت عن المسلسل الأخير لا مش المسلسل لا من قبل من قبل المسلسل هي قدمت المسلسل وهي ما كانتش في كامل حالتها النفسية المريح لأن هي عانت 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 كتير جدا 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 من السوشيال ميديا وهي ما كانش ما عندهاش قوت تحمل زي حالتنا يعني فهي عانت من افتراءات كتير جدا 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 جرهت الأدواء وبعدت يعني كانت دي الما يعني كل اللي بيبسوا إشاعاته اللي بيبسوا فتن ما يعرفوش هما ممكن يأذوا ناس قد إيه دول زيهم زي الإرهابيين يعني أنت النهاردة لما تبث فتن ده يعني ده الفتنة نائمة ولعب اللهم أنقذها فلما بتيجي بتبث إشاعات تبث فتنة أنت بتعرفش أنك أنت ممكن تقتل مش فرد تقتل أسر كاملة ما هو ده مؤثر في حدثك بردو يعني بالتأكيد لا تأثيره على أنا شخصيا لا أو تأثورها النفسيا طبع التأثورها النفسي هو مؤثر مؤثر علي لأنها موهبة خطيرة بتتمتع كانت بتتمتع بخف الدم وبأداء صوت يعني يعني عندها حجم موهبة كبير يعني وعلى مستوى ثقافي عالي جدا فلما تتهزي نفسيا هما اللي بيعمل أي كلمة وهو قاعد كده في البيت فأنا عرفت إنه ليه فيه جيش إلكتروني فيه لجان إلكتروني تقولهم إيه يعني حددت كده بص للكاميرا تقولهم إيه الناس دي لا يعني أنا اللجان الإلكترونية مش هقولهم حاجة لأن اللجان الإلكترونية أصدى ضرر بهذا البلد لكن أنا بقول لكل من بيكتب كلمة مش واثق منها مش متأكد منها وبينشرها وبيروجها ده حساب عند ربنا كبير جدا جدا ولازم كل واحد قاعد على ماسك الكمبيوتر أو ماسك الموبايل أو ماسك وداخل على النات أقول له حاجة واحدة بس نمثلوا الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلوها ثابت وفرعوها في السماء تؤتي أكلها كل حياته طيب حضرتك يمكن ليك خبرة كبيرة زي ما قلت ما تتأثرش بالكلام ده أو بالانتقادات أو التنمر أو أي إن كان يعني حضرتك ليك تاريخ طويل يعني ما تتأثرش بيه زي ممكن ابتهال ما تأثرت نصحتها كلمت معيها قلت لها ده شيء عادي جدا يعني كنرد فعلك إيه معيها عشان ما تسمحش إن الموضوع ضي أثر فيها طبعا طبعا لا لا يعني بأعمل مستحيل بس ما بيكون في جرح أكيد بيأخذ وقت عشان يلتأم يعني بالتأكيد يعني بالتأكيد بيأخذ أثر ترجمة نانسي قنقر